تحظى المرأة في اليمن بخصوصية كبيرة وباحترام قطاع واسع من المجتمع حيث يواجه أي اعتداء أو إساءة قد تتعرض لها النساء برفض وإدانات عديدة وهو عرف وموروث شعبي يمنع الإساءة للمرأة ويضع لها مكانة اعتبارية داخل المجتمع لكن كل ذلك تغير اليوم وأصبحت المرأة الضحية الأولى في النزاع المسلح والحرب التي تشنها ميليشي الحوثي على كل شيء في البلاد في صنعات تتعرض النساء للاعتداء والضرب والاختطاف لمجرد أنهن يخرجن في وقفات احتجاجية منددات بالوضع الاقتصادي المتردي أو يرفضن الحرب التي تشنها جماعة الحوثي منظمة نايتس رادار الحقوقية رصدت اختطاف أكثر من 35 فتاة في صنعات منذ نهاية العام 2014 متهمة قيادات حوثية بالتورط في اختطاف بعضهن المنظمة قالت أن ظاهرة اختطاف الفتيات والطالبات والنساء في صنعات والمناطق التي تقع تحت سيطرة جماعة الحوثي تصاعدت بصورة غير معهودة وفي وقت سابق أكدت المنظمة اليمنية لمكافحة الإتجار بالبشر أن جماعة الحوثي المسلحة تواصل ممارسة أشد أنواع الانتهاكات فضاعة بحق نساء مختطفات ومخفيات قصرا في سجونها السرية وعلنت أن عدد النساء المخطوفات والمخفيات قصرا بلغ أكثر من 160 امرأة وحول دوافع الاختطاف تقول المنظمات أن الفتيات تم اختطافهن للضغط على أسرهن بينما البعض اختطفنا ربما لبلغات كاذبة وكيدية فيما تم اختطاف أخريات لحسابات أخرى تصاعد لردود الأفعال في الأوساط اليمنية بعد الاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها النساء وهي تصرفات دخيلة لم يشهدها المجتمع اليمني من قبل